اول ما شطح نطح ترى يعني بس عليك فك اهدى 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 شوية اهدى المشكلة انا اقول لكم شغلة نسوا انه هم كانوا فقر نسوا انه هم كانوا حفاي نسوا انه هم كانوا ماعدوا مياكلون نسوا هذا الكلام فهسه من يريدون يرفعون دعوة على اعلامي لو على محلل سياسي لو على معارض لهم شو يطلبون شوف اقل تعويض طالب نص مليون عفوا نص مليار نص مليار دينار محمد الشياء السوداني مرشح الله يترم رئيس وزراء منين طالبها طالبها من دكتور محمد نعناع ليش لانه حتش عليك كلمتين تمام زين لعد شون رح انثق بيك ونقول لك يلا تفضل تصير رئيس وزراء شلون وانت بعدك ما صرت رئيس وزراء بس رشحوك تريد تشق حلوقنا ليه عندنا نحتي بعدك ما صرت بعدك ما وصلت وتريد تلطمنا على حلوقنا فالحبيب مرشح الاطار التنسيقي اللي هذوله رح يقودون البلد البر الأمان ورح ينطوكم الحرية انه تحشون وتقولون هذا غلط وهذا صح بكلمة وحدة من محلل سياسي يريدي ستحلقه حتش كلمة هنا انا يريدي ستحلقه تمام بس رح اقول لك شغلة صدق لا انت ولا اطارك ولا تبيركم يسد حلوقنا رح نحتي حتى لو نكتب على الحياطين وشوف